أهلا بكم ضربت موجة جديدة من التفجيرات مناطق عدة في بغداد وخلفت أكثر من 150 قتيلا وجريحا وسط شلل حكومي وبرلماني وإخفاق الطبقة السياسية في إدارة شؤون البلاد وحماية أمن المواطنين وفي منطقة الشعب ارتفعت حصيلة التفجير الانتحاري إلى 38 شخصا وإصابة أكثر من 90 وقالت قيادة عمليات بغداد إن التفجير نفذتهم رأى فجرت نفسها بالتزامن مع تفجير قنبلة وسط سوق المنطقة فيما تشهد العاصمة بغداد استنفارا أمنيا تحسبا لاحتمالات تسلل سيارات ملغمة إلى أحيائها